بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عان واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمان وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفاخر اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثتني ذلة باطنة عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح الثقاء ومن عداوة الأدنين الولايا ومن عقوق ذوي الأرحام المبرأة ومن قذلان الأقربين النصراء ومن حب المدارين تصحيح المقاء ومن غود الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنا اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اغطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبير وأثيب من حرمني بالباذل وأكافي من قطعني بالصلاة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيغة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعييق والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عاز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزهم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل رأي المخترع اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوة كفية إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفروق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضروع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدويك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجل أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضير وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننيك اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أظلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفت وإلى عفوك قصات وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثيق وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل عليه اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضها اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغاثتي إن كريف وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغير فامنن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجده وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معروة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله وادرأ عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في ذراك وجلني غضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعة وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي غدا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف وحصر رزقي من التلاف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصبي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه اللهم صل على محمد وآله وكفني مؤونة اكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إصرة بعات المكساب اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهاب اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذي الجاهي بالإقتار فأستغزق أهل رزقيك وأستعطي شعار خلقيك فأفتتن بحمد من أعطاني وأبتلى بذنم من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمانع اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر